السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه وليه ذلك والقادر عليه النهاردة الحقيقة يوم 26 والحالة رقم 26 والليلادي ليلة وتريه ليلة 27 وزي ما أنت عارفين ليلة الأدر وبنا يغنمنا أعيكم ليلة القادر ليلة الأدر بتيجي في الليلة الوترية وأكثر ليلة بتيجي فيها في الغالب بتكون ليلة 27 وإن كنا ما بيقولش ليلة 27 يقينا هي ليلة القادر لكن هي أكثر ليلة ممكن تكون فيها ليلة القادر فعايزين نكتهد في العبادة وفي الطاعة وفي القيام وقراءة الكرآن النهاردة والاستغفار والدعاء الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة قالت إذا كانت ليلة القادر فماذا أقول يا رسال الله قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني طب وش معنى أن النبي عسلم قال أقولي اللهم إنك عفو طب لماذا لا هاش قولي اللهم إنك عفور تحب المغفرة فاعفر لي أو إنك رحيم تحب الرحمة فارحمني قالك لأن العفو أبلغ من المغفرة فالمغفرة تعني ستر الذنب يعني ستر الذنب يعني لا تعاقب عليه أيضا يعني لا تعاقب على هذا الذنب لكن ربنا هيذكرك بيه والإيامة يقولك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا أما العفو يعني هو المحو يعني لا تعاقب على الذنب ولا حتى تسأل عنه يوم القيامة فعشان كده العفو أقرب وأعظم من المغفرة ولذلك حديث البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدن الله عز وجل لعبده المؤمن يوم القيامة حتى يقربه إليه ويوضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيكور بلا يا رب وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيكور بلا يا رب حتى إذا ما قرره بذنوبه وعلم العبد أو أيقن العبد أنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ده المين ده ده اللي ربنا غفر له أما اللي ربنا عفى عنه فلا يسأل أبدا عن هذا الذنب الذي ارتكبه وفضل الله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنه فدائما نكرر هذا الدعاء في هذه ليلة المباركة ويسأل الله عز وجل أن تكون الليلة هي ليلة القدر وربنا يغنمنا أياكم الخير ندعو لكم وتدعو لنا إن شاء الله جل وعلا عايزين نقول بقى في درس الليلة دي علو الهمة في العبادة والاستقامة كرمنا في الدرسين اللي فاتوا عن علو الهمة في طلب العلم لكن طلب العلم من غير عبادة يبقى مالوش لازمة صح الله ولذلك كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم إيه لا ينفع لأن فعلا ممكن يكون في علم لا ينفع اللي هو الإنسان ما بيعملش به انتفع به ولا حاجة وإحنا قلنا في الدرس اللي فات في تفسير قول المولى عز وجل وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة رحمه الله رحمه الله سعى أي وإنه لذو عمل بما علمناه وأوردنا حديث البخاري ومسلم في الرجل الذي يؤتى يوم القيامة من هو العالم فيلقى في النار فتنضلك أكتابه اللي هي أمعاءه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاء عزكم الله ثم يجتمع إليه أهل النار ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنالع المنكر ده أنتكت العالم بتاعنا فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه تعالوا نشوف بعض النمازج الجميلة للعمل بهذه العبادة العظيمة والعمل بهذا العلم الجليل الإنسان يتعلم ويعمل يتعلم ويعمل وزيك أن ورد في بعض الأثار السيد عمر الخطاب حفظ صورة البقرة في تسع سنين وفي رواية في إثنى عشر سنة إيه السبب؟ قال ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها حتى أعمل بما قبلها يعني أقرأ قول المولى عز جل كذا فأعمل به الأول وبعدين أنتقل الآية بعدها فأحفظا لأن العلم ده سيكون إما حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك في حديث الرواو المسلم نبيع السلام مكتبع حوالية الصحابة وقعادي مع النبيع السلام فقال نبيع السلام من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زر مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا فقال نبي صلى الله عليه وسلم ماشت معنا في مريء إلا دخل الجنة أربع حيات دولة لو اغتمعوا في إنسان في يوم واحد يتكون علامة من علامات إنه يكون من أهل الجنة حتى إنه أخ دم خفيف كده مرة تصل بيقلش وحمود أنا سمعت الحديث ده منك قلت تاني يوم لازم أطبقه سبحت الحمد لله صايم ورحت وزورت واحد مريض وتصدقت على مسكين مفضلش بس غير إيه الجنازة فمش لقى ممكن أقتلقتي لهمش في جنازة تقول لقى طبعا فإعني إيه اللي وصلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم فإشيات في موضوع إنه لو اجتمعوا في إنسان في يوم واحد فعلا ديكون علامة من علامات أنه من أهل الجنة تعالوا نشوف برضو مثال تاني جميل جدا وهو مثال عالي جدا من يعني من كثرة العبادة التي كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث لو مسلم إن عبد الله ابن عمر بن عص عبد الله ابن عمر طبعا ده كان مثل عالي جدا في العبادة كان يضرب به المثل من كثرة العبادة الله سبحانه وتعالى كان يصومه كل يوم ربالة وكان يكرر الكرآن كل يوم من مرة فعالم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنهاه إن صيام الظهر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنه من صام الظهر فلا صام ولا صلى يعني يعني يفهم إزاي فكأنه ما صام يعني لا صام ولا أفطر عفوا فالشياء في الموضوع أن يقوله عبد الله ابن عمر بن العص وكان مشغول جدا بالعبادة بشكل لا تدخله قال زوجني أبي زوجني أبي وما كان أبي من رغبة في الزواج هو كانش عايز يجوز مش عايز الحاجة سواء إن هو كان مشغول جدا جدا بالعبادة فكانت من السياء موضوع هذا الجواز خالص وإن كان طبعا الجواز ده سنة من سنة للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة الذين جاءوا إليه وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بيفعل فلما أخبروا بعبادة النبي عليه السلام كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر لهم التقدم من ذنب ومتأخر فوحدهم قال خلاص أما أنا فأصوم الضهر ولا أفطر والتالي أما أنا فأصلي الليلة ولا أركض والتالي قال وأما أنا فأعتذب النساء يلا فالنبي عليه السلام يعرف طب هم اللي بعملوه ده مش عبادة أو عبادة بس ده نوع من العبادة نها عنها الشارع قل بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأطقاكم له ولكني مع ذلك يعني ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فعبد الله بن عمر بن عزبي يقول زواجني أبي وما بي من رغبات في الزواج قال فلما يعني الشيك الموضوع أنه لما دخل بزوجته في ليلة الدخلة قام وصف قدميه وصلى يعني بقى ديه بحوالي 16 جزء من أول سورة البقرة حد آخر سورة الكهف وهي طبعا وقفة ورابة صلي لا لو طلعت ممكن تطلق المم يعني فقفة ورابة صلي فجي السبحية عمر بن العزبي يطمئن على حل ابنه فرح لزوجة ابنه فقال كيف حاله عبد الله شو بقى الرد المرأة المحترمة المؤدبة قالت نعمل عبده لربي لم يفتش لنا عن كنف هو عشر إذا كان الجوزة مجوزة إنه هو مشها الله عليه في العبادة عشر على عشر فشكاه عمر بن العز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي وذلك دعا عبد الله بن عمر بن العز قال كيف تصلي قال أفعل كذا وكذا فنهاه النبي عن أنه هو يصلي الليل كله صلي جزء من الليل ثم قال وكيف تصوم قال أصوم كل يوم قال صوم ثلاثة آم في الشهر قال أوتيك أكثر من ذلك قال له طب صوم الاثنين والخميس معهم قال له أوتيك أكثر من ذلك قال صوم يوما وأفطر يوما فإنه أفضر الصيام إنه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فعبد الله بن عمر المعز كان كمان بيختم كرآن كل يوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب القرآن في أقل من ثلاث وقال إنه لا يفقه القرآن من قرآه في أقل من ثلاث فنشوف كده أهمته عالية في العبادة إزاي ويمكن ده يفصل لنا رواية اللي عنده أحمد بسند جيد لما نبع السلام قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث يام وربعض أدخل رجل كده بسيط جدا وما الوضوء يقطر من لحياتي خش يصال ركتين ويمشي فاصطاده بقى عبد الله بن عمر قال يعني قال له بالبلد كده عن أنا مخاصم أبويا فحلفت أني مخش عنده البيت ثلاث يام ممكن أن تضيفني؟ قال له ممكن ضيفه عنده ثلاث يام دولك قعد معا عبد الله بن عمر واشاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل فلا أرغي إذا ما عمش حال خالص سواء إنه بيصلي الفرائد غير بس في حاجة بس بسطة كان إذا تعار من الليل كان يذكر الله طول الليل والنهار قيامه عبادة وصيامه شف إيه أخبرك ويدوب بس لما بليل بيقلق يذكر ربنا حتى قال عبد الله بن عمر كدت أن أحتقر عبادتها إيه اللي بيعمله ده؟ والنبي عليه الصلاة يقول على دوت من أهل الجنة فقال له يا أخي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يقولين أنت من أهل الجنة فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيته ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك طبعا ثبت في أثر صحيح كالشمس وإن كنا لا نحب أن نتحدث به كثيرا أن عثمان بن عفان كان يختم الكرآن كله في ركعة الويتر طبعا كان لا يدوم على ذلك لكن كان يحدث منه أحيانا أن يقوم رسال ركعة الويتر الله هو أكبر من أول البقر لأخر الناس فلكن تخيل هذه الهمة العالية التي لا تخطر على قلب بشر من ضمن الكصص الجميلة في عبادة الصحابة كان نبع سام في إحدى الغزوات وهم راجعين أحد الصحابة دخل بيت مشرك من المشركين عشان يقتلوا فكانت الدنيا ظلمة فما شافش فسمع صوت حركة فطلع السيف وضرب فبعدما ضرب اكتشف أن اللي قتلها دي مرأة ونبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالمؤمن نوع صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هيا نرحل من هذا المكان فلما جي الرجل المشرك عرف أن واحد من الصحابة هو القتل المرأة فقال والله لأقتلنا عشرين من أصحاب محمد وفضل وراه فأنا مع السلام ينزل في المكان كده في حب واستراحه فقال من يكلأنا من يحرصنا مين يعني يتولى الحراسة بتاعة القافلة فتبرعتنا اثنين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار اللي هو عبادي بن بشر وعمار بن يصر فعبادي بن بشر وعمار بن يصر قال له تقاس انت تحرص أول الليل وانا حرص أخر الليل قال له ماشي قام عبادي بن بشر وحرص أول الليل فقام فنظر إلى السماء فوجد النجوم فتذكر أن الكون كله يسبح وبحمد الله جل وعلا فقام وصف قدميه وبدأ يقرأ ويصلى قيام الليل بصورة الكهف فجاء المشرك فرأى عبادي بن بشرح ضربوا سهم نزل في بطنه دخل في بطنه فرح نزع السهم ومكمل صلاته ضربوا السهم الثاني والحديث رواه أحمد بسند صحيح ضربوا السهم الثاني فنزع السهم وكمل الصلاة فضربوا السهم الثالث في مقتل فنزع السهم وكمل الصلاة بسرعة وصح عمار بن ياسر فقال رجل المشرك لما سمع صوت عمار بن ياسر صحيح فرح جري فقال عمار بن ياسر يا عباد وليما لم تخبرني مع أول سهم إيه اللي خلقت تتحمل الألم ده كله قال والله يا عمار كنت في صورة فكرهت أن أقطع تلك الصورة ووالله لو لأن النبي أمرني بحفظ ثغر من ثغور الإسلام ما قطعت تلك الصورة حتى ولو خرج تروحي يا الله الواحد يقول إيه عن الناس دي شيء عجيب جدا يعني بقولوا لولا لن نبع سهم أمرني نحفظ الثغر ده وانا وقف أحرزكم والله العظيم ما كنت سيب الصورة دي أبدا حتى لو خرجت روح أمثلة عجيبة جدا ثابت البناني رحمه الله رحمه الله رحمه النساء كان يقول كابتت الصلاة كيام الليل كابتت الصلاة عشرين سنة ثم تلذفت به عشرين أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل أهم خروجي منها يعني الله أكبر زعلان أول ليه الصلاة تخلص كمان ثلاث ساعات فبالدائي جدا وزعلان طول الصلاة أعطي الهم أنه يخلص بعد ثلاث ساعات كابتت الصلاة عشرين سنة وتلذفت به عشرين أخرى حسن رحمه الله رحمه النساء ورد الله عنه أرضاه كانوا يسألونها كيف كنتم تصلون على العهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جاميني عن بين يدي الله ثم إذا قدية الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا تخيل بقى الصلاة بالمنظر ده عمرك سلتها مرة بالله عليك سبحان الملك وكان هناك رجل اسمه حاتم الأصمة من خيرة التابعين حاتم الأصمة في يوم من الأيام فاتته صلاة العيشة في جماعة فجاءه ثلاثة من أهل المدينة يعزونهم يعزوا على إيه جماعة مش عشان خسر في البرصة ولا عشان ضع منه عشر تلاف جنيه ولا عشان عائل من عائلهم مات لا يعزوا عشان فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء أو صلاة العشاء في جماعة فالمم فجاءوا ليه عزنا أحسن الله عزائك في فواتي صلاة العشاء في جماعة يعني يعزوك إن مات له ميت فبكى حاتم الأصمة فقالوا علامة البكاء قال الأي أبكي لأنني قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني ولو مات أولد من أولادي لجاءني كل أهل المدينة يعزونني فوالله لموت أولادي جميعا أهوا عندي من فواتي الصلاة العشاء في جماعة عشان كده ما تستغربش إن ربنا ينصر الناس دي ما تستغربش إن ربنا يقع لقدرهم ما تستغربش إن احنا عمين يجيب سريتهم وكاينينا بنتكلم عن شيء لا يطال إلا في عنان السماء يعني فهم بذلك يعني شيء طبيعي وكان هناك رجل اسمه الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وأمه التلاتة عشرين مع بعض أمه تقوم أول تلت من الليل تصلي وتصحي علي بن صالح فعليه يصلي التلت التاني ويصحي الحسن فيصلي التلت التالي ثم بعد كده التلت يصلي الفجر وينه أو يجلسه في المسجد لحد الشروق فماتت أمه فقسم الحسن وعليه الليلة بينهما نصفين ده يصلي النص وده نصلي النص فمات عليه فقام الحسن الليلة كلها بيوت مليانة بطاعة الله وبيوت مليانة بالأنوار شنهار ده إلا مرحمة الله بيوت مليانة ليل ونهار بزخم الأغاني والتمسيليات والأفلام والمصرحيات ده غير بقى القناة الإباحية صلى الله عز وجل أن يتوب على جميع عصاة المسلمين أنا عايز أقول لك حاجة الإنسان اللي بيحب شيء ده بيكون فرعا محبته لمن طلب منه هذا الشيء يعني العبادة دي فرعا عن محبتك لله جل وعلا مين اللي أمرك بالعبادة؟ الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه فعبادتك لله ده فرعا عن محبتك لله أنت بتعبر عن حبك الشديد مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا نحن نقول نهاردة سمحوني في المثل ده نهاردة الراجل اللي مود من المخدرات لما بيجي وقت الجرعة بيجنن يقولك مش قادر استحمل والحقوني والجرعة وهموت فمزاي؟ أنا عايزك تتخيل نفسك كده وأنت رجل يعني مع الاعتذار عن اللفظ مود من عبادة مود من صلاة مود من صيام مود من ذكر الله سبحانه وتعالى فمزاي؟ خلاص لا تستطيع أن تتخلى عن الصلاة ولا الذكر ولا القرآن ولا العبادة ولا الكلام ده كله لمجرد أنت صليت الظهر وانت قاعد جسمك بيكلك وقلبك بيتقطع إمتى تيجي صلاة العصر هالجنن؟ إمتى تيجي الجرعة الإيمانية اللي جاية؟ فأول ما تيجي صلاة العصر تلاقي نفسك داخل بالشوق شديد جداً وفرحة يعني ولزة لا تتخيلها حبيبك ما تصلى عليه؟ سلام عليكم كما عند التلميذي بإسناد الحسن من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءتهم من النفاق وبراءتهم من النار سعيد بن مسايب رحمة الله رحمة الله وساعة سيدي التابعين أدرك سأدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام أربعين سنة أربعين سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحرام في خلف الإمام بل إنه ورد في الواقع أنه ما فاته حتى الأذان إلا هو في المسجد يعني حتى الضهر هيداً قبل ما يدن كان في المسجد واقف بيسمع الأذان ويردد خلف الأذان وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مصم عبد الله بن عم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم الخيام فهو تشتحيزين الجرعة الإيمانية دي تبقى أنت مشتق له النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو سيد ولد آدم وغفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويثبت عند صعي البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدمه فتقوله منعيش يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيكون لها أفلأكون عبدا شكورا يا الله صلوات ربه وسلامه عليك يا رسول الله أبو بكر كان رجل أسيفا كان عامل مسج كي صغير في بيته ويصلي فيه بقى النوافل وكده ويصلي وهبكي حتى كان أبناء المشيكين ونساء المشيكين يجتمعوا حول بيت أبو بكر وينظرون إليه ويتعجبون حتى أنه مع سنف مرض الموت قال مر أبو بكر فليصلي بالناس فتقول أمنا عيشة يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس فإن أبو بكر رجل أسيف بكاء فلعل الناس لا يسمعون كراءتهم من كثرة بكاء من خشة الله سبحانه تعالى عمر بن خطاب كان في وجهي خطان أسودان من كثرة البكاء من خشة الله وكان يقسم الليل أثلافا تلتي ينم فيه وتلتي يصلي فيه قيام ليل وتلتي يمر فيه وأطمئن على الرعية فيسأله رجل يقول ألا تنام يا عمر يقول إن نمت الليلة كله ضاعت نفسي وإن نمت النهارة كله ضاعت رعيتي يا الله حتى يسمع رجلا أعربيا يقرأ قول المولى عز جل والطور وكتاب المستور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيسقط ويقول قسم الحق ورب الكعبة ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به رد الله عنه أرضاه وخبيب بن عدي خبيب بن عدي لما أصره المشيكون وأرادوا قتله في أرض التنعيم خارج مكة فأرادوا أن يقتلوه فكان من اللي يشوف على قتله في الوقت ده أبو سفيان كان لسه ما أسلمش فطلعوه بقى عن مشناء والحديث في رغل بخاري طلعوا على المشناء ولسه هيقتلوه كده فمزاق فقال أبو سفيان أتريدوا شيئا؟ قال أجل أريد أن نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وأول من صنى سنة صلاة ركعتين عند القتل هو خبيب بن عدي رجل الله عنه ورضاه فنزلوه فقال فتوضأت وصليت ركعتين وتجوزت فيهما سرعت ليه؟ قال خشية أن يظن أن ما بي حظرا من الموت أنا شخيف أموت ده أنا فرحان جدا بلقاء الله كما ثبت عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وأختم بقى بقصة جميلة جدا جدا لحب أدخلها دايما أنه لقي القاضي شريح أو شرح بيلي بن حسن ويسمى قاضي شريح أو شرح بيلي بن حسن لقياه الإمام الشعبي فقال الإمام الشعبي كيف حالك يا شريح؟ وبالك الاتنين أئمة أئمة كبار الشعبي ده إمام عالم كما جاء عن زيد عن مكحول قال أعلم التابعين الشعبي فلقيا يا شرح بيلي بن حسن اللي هو قاضي شريح قال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حاله يا شعبي قال فكيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال والله يا شعبي إني متزوج منذ عشرين سنة خبار بقى لم أشك من زوجتي مرة واحدة أتعجب اللي هو الشعبي تقول يا شريح يا شريح يا بني أكرمك في واحد في الدنيا ما بشتكيش من زوجته في عشرين سنة إلا مرة أحدة وفي حد ما بشتكيش منها في الخمس داعش مرة يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ربنا بارف النساء المسلمين جماعة رب العالمين فقال كيف ذلك؟ قال أخبرك يا شعبي يا شعبي إني منذ دخلت بزوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين لله قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام عرف السنة جاي من بيت أبوها من طوضين طبام كده؟ قال فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية أصبر على رسلك فمزاي؟ على رسلك أبا أمية دي كنية الإمام شرحبيل بن حسنة قالت على رسلك أبا أمية ثم قامت وخطبت خطبت أنت في ليلة الدخلة فقالت على رسلك ثم قامت وخطبت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبا أمية إن امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قوم من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم يدي ولك يا خبار بيات أستاذ أحمد وأستاذ محمد حد فيكم سمع كلام دليلت الدخلة ولا أنا والله يعني سبحانه الله فقال الإمام الشرحبيل بن حسنة قال فأحوجتني والله يا شعبيل الخطبة يعني هي تخطب وأنا مخطبش في ليش معقول يعني قال فقمت فقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبت عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا قالت فما تحب من زيارة أهلي شوف الزكابة قال ما أحب أن يملني أصهاري ما قالش ما حبش أن أنا أمل لهم من كتر الزيارة لا قال ما أحب أن يملني أصهاري يعني خليهم يخفوا في الزيارة فهم زي قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاصطريها وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكن فقال فوالله يا شعبي بدت معها بأنعم ليلة ومكفت معها عشرين سنة والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة وأشهد الله عز جل أني كنت لها ظالما فقال له الشعبي يا لها من عيشة هانية وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافية أدي إيه كان بيوت السلف كانت عمرانة بالطاعة كانت عمرانة بالإخلاص كانت عمرانة بالمودة والمحبة كانت عمرانة بذكر الله سبحانه تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا الله طول الليل قيام وعبادة وبكاء واستغفار وإخبات وخضوع وذل بين يدي الحق جل وعلا ليل ونهار الزوج ما شاء الله كانوا هو خارج راح شغله كانت تقولوا يا عبد الله اتقل لها فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم ولما يرجع من برا يقرأ عليها والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ويسألها أصليت الظهر المصلتيش أصليت العصر أخبرك إيه مع الورد مع الكرآن مع السنة مع الذكر كان يذكرها دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى عشان كده كانت البيوت مليانة مودة ورحم وقلفة وحب وإخاء يعني فوق ما تتخيل ويقرأ بقى في سير الصحابة والصحابيات تجد العجب العجاب يعني الرجل له وفر لها مثلا لديب فريزر ولا مكيفات ولا تلاجة خمسين باب ولا مش عارف إيه ورغم ذلك يعني العفش كله كان إيه حتة حصيرة وطشت وحلة وكوز واخد بالك ويعني كبيره أو مخدتين ومرتابه حال زي كده فهو ده بقى العفش ده يعني ده ده الكبير ده العمدة يعني فهمت زيه وسبحان الله ورغم ذلك البيت مليء بالمودة والمحبة ورحمة حتى إن كان بعض السلف كان لا يمتلكه إلا ثوبا واحدا خيل هو توب وزقته توب وبعضهم كان لا يمتلك هو وزقته إلا توب واحد كان يلبس التوب ويروح يصلي به ولما يرجع يخلعه ويديه لزقته تلبس توب به فتخيل ورغم ذلك ما كانت تعجيره بأي شيء وكانت تحبه وكانت تجله وكانت تحترمه وكانت تسمع كلامه وتطيعه اه يعني الحقيقة الحال طبعا دلوقتي بقى حاجة يعني الرحمة والله عز وجل وزي ما قلنا جماعة اللي لا دي ليلة 27 ليلة 27 او عضي على لحظة في حياتك سامحني يعني وهطلب منك بعض الطلبات كده في عجلة سريعة بالله عليك وبالله عليك اقفل موبايلك افصل تليفوناتك خلي حياتك كلها اللي لا دي وكل ليلة الوترية خليها بقى اما انت كون في بيت الله عز وجل واما اذا كانت امرأة مش قادرة تروح المسجد او كده في بيتها وتقفل على نفسها وضطها كده وتعود بقى مع الكرآن ومع الذكر ومع الدعاء اللهم انك عفوا ان تحبوا العفة فاعفوا عني كتاروا من الدعاء ده في الليلة دي بالذات يا جماعة ويدعوا بقى الاخواننا وحبيبنا في فلسطين وفي العراق وفي كل الدول الاسلامية المستضعفة دعوا من ربنا يفرج هموهم ويكشف كربوهم وينصرهم على اعدائهم ويدعوا ان ربنا يشفى كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين وان ربنا يعلم الجاهل ويثبت العالم وينصر كل المسلمين في بقاع الأرض ادعوا لنفسكم وادعوا لغركم وادعوا لولادكم ولاد المسلمين ربنا يهديهم ويستعمرهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى واجتهدوا كثيرا في هذه الليلة اسأل الله عز وجل ان يغنمني واياكم ليلة القدر سبحانك اللهم وبحمدك